زي ما دايما بنقول كلنا كلنا بدون استثناء بنستنى موسم التخفيضات على مختلف السلع كلنا بنستنى على طول وده مش في مصر بس لا ده في العالم كله يعني أغنى الناس على فكرة زي مشاهير هوليوود على كل مستويات الحقيقة بينتظروا زينا زيهم كده موسم التخفيضات ولكن للأسف بنواجه شوية كده عدم ثقة في التخفيضات دي دايما بيكون شكين أن السلع اللي عليها تخفيض كبير هي سلع مش كويسة مثلا فرز تاني موديلات قديمة فيها عيوب صناعة أو مجرد بوائي مصنع دايما دايما كلنا بنفكر بطريقة دي ولكن الكلام ده مش حقيقي لأن فعلا فعلا بيكون فيه رقابة على المحلات اللي بتشارك في الأوكازيون وكمان على السلع اللي بتعرضها سواء من ناحية الجودة أو من ناحية السعر قبل وبعد التخفيض تفاصيل كتيرة جدا حابين طبعا أن احنا نكتشفها ونعرفها ونعرف موعد الأوكازيون وأسئلة كتيرة جدا كل ده هنعرفه من دفتما اللي منورانا النهاردة أستاذة سماح هيكل عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية عن شعبة الملابس الجهزة أهلا بيكي منورانا أهلا بحضرتك مرسي أهلا بحضرتك أهلا بيكي أنت زميلة من كلية الأعلام ها؟ ده شرف لها طبعا ورغم كده عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية عن شعبة الملابس الجهزة ده شرف لها طبعا ده شرف لنا أن البنات الستات والمرأة تاخد مناصب مهمة كده هو لأنه أكيد لكي دور إلا ما تاخدوكيش في مجلس الإدارة بصي يعني أعتقد أن نوها قالت المختصر المفيد بالنسبة وإحنا كلنا عارفين الأوكازيونات دي بيحصل فيها أي لكن يعني وإحنا بنتكلم معاكي لقينا فيه طرع جديد خبر جديد عايز أتقوله هنا إحنا ما سمعناش عنه إحنا عارفين الأوكازيونات انزلوا قبليها وشوفوا الأسعار واختاروا وبعدين فكروا وتعالوا بعد أسبوع والعشر تيانا مثل الأوكازيونات تشوفوا الرقم حقيقي ولا لا وفيه جهاز حماية المستقبل وفيه وزارة التموين بتاقي كل ده إحنا عارفينه وقلنا إنما الخبر الجديد اللي إنتي عايزة تقوله أو يعني الحقيقة الجديدة اللي إنتي عايزة تقوليها لنا عايزة أسمحها منك لأنني اتبسطت جدا 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 لما قلتها دي تمام إحنا إن شاء الله عندنا خبر مفرح جدا لكل المصريين وكلنا بنفخر بدأ لأول مرة في التاريخ تبقى صادرات مصر للملابس الجهزة في أعلى ارتفاع يعني إحنا حققنا الحمد لله في 2022 منذ بداية العام حققنا 2.5 مليار دولار وطبعا صادرات الملابس تصدير؟ تصدير؟ تب قوليلي بتصدره يعني لفين؟ إحنا طبعا على رأس الدول اللي كانت أخذت رقم واحد بنسبة للتصدير لولايات المتحدة الأمريكية صدرنا لها تقريبا بحوالي مليار و3 مليون دولار ويليها الدول الأوروبية ويليها الدول العربية والأفريقية فإن شاء الله هل دي بتبقى مثلا مركات معينة مركات عالمية وبتصنع هنا في مصر؟ لا يا فاندون مركات مصرية مية في المية بيتم تعاقد من خلال الدول دي على مواصفات معينة لبعض المنتجات وبيتم تصدرها بناء على الاتفاقيات اللي ما بيننا وبين الدول دي يعني في عندنا اتفاقيات كتيرة جدا بتساعدنا والحمد لله المنتج المصري متفوق جدا جدا وأسبق كفاقته عالميا بصي يعني أنا عايزة أقول لك حاجة أستاذة سماحي الحقيقة كنا زمان نقول يعني الواحد يلجأ أنه هو ياخد المستورة أو لما يسافر برا يشتري حالك أنا بيقول أنه الفينيشينج أو التشتيب اللمسة الأخيرة أو تأثيل المنتج ما بنهتمش بيها السوستة تلاقيها حتة طلعة كده الزرار في مش في مكانه العروة مش مش مفتوحة كفاية هل أنتو كغرفة تجارية هل أنتو بترقبوا ده هل أنتو لقيتو اندس بتتطور أصلي دي حاجة يعني أنا مش متصورة أنه من ما فيش خالص إحنا طبعا لو سمحتوني يعني أنه زمان حتى ما كنا نروح أمريكا كنا نلاقي المش عارفة الملايات والمخدات ميدن إيجبت صنع في مصر وقطو مصري ميراتراتة بأسعار حلوة جدا تيجي على حتة كده لوحدها يبقوا حطينها ويكتبوا عليها القطن المصري وتاخد بقى أرقام فلكية والحقيقة ملاياته كانت ممتازة يمكن ما فيهاش فانشينج زي يعني ما فيهاش تشيبات زي تلك هل أنتو يعني بترقبوا جودة وأكيد في حاجة لأنه لا يمكن هتصدري ب2 مليار وشوية دولار وما يكونش فيه تقدم قوي في الحتة دي أكيد طبعا دلوقتي طبعا من خلال توجيهات القيادة السياسية بتطوير والاهتمام الكبير بالمنتج المحلي المصري أحنا طبعا مهتمين جدا أننا بنوجه دايما المصانع أنها تعمل الأفضل وفيه شهادات جودة كثير دلوقتي موجودة بيحصل عليها المصنع في حال أنه هو طلع منتج كويس الحمد لله أحنا دلوقتي فرصتنا وهدفنا الكبير هو التصدير لأن التصدير هو رقم واحد دلوقتي ويمكن الحل في التصدير عشان نقدر نتواصل مع العالم بشكل أفضل فدلوقتي القطعة المصرية مميزة جدا بتمتاز طبعا بالخنات المحلية منها القطن المصري الجميل زائد الفينيشنج العالي إحنا بنطلع قطعة يعني لو ما كنش بنطلع قطعة كويسة وبالذات الفينيشنج بتاعها كويس جدا وممتاز ما كناش وصلنا العالمية وصدرنا الكم دا في ظروف استثناءية العالم كله بيمر بيها دا حقيقي نقول لها طرفات يا نوح على الهواء أقول لك يا طرفات يعني أنا واحدة من الناس طول عمري أسافر وأجيب حاجتي لبسي كله من بره وما عرفش حتى في مصر فيه بأمانة من قبل الكورونا بشوية ولقيت محلات في مصر أنا بقيت والله العظيم متصورة يعني مصنع عامل فروع ليه كمحلات للناس العادية بقى لقيت فيه حاجات موجودة في غاية الجمال وده خلاني مبقاش حزينة أن تحصل الكورونا ويجي بعديها مش عارفة إيه وبعدين الحرب وعدم القدرة على السفر للخارج يعني مش قادرة أقول لك أنا ما عنديش مشكلة خالص في الأول بقيت أقول هروح فين وأجي من إيه في الآخر لقيت إن ما فيش مشكلة خالص إن أنا أنزل ونقي منتج مصر غاية في الشياءات والألوان التحفل الجديدة عشان كده إحنا عملنا الحملة هنا عشان كده إحنا هنا في بيت السفيرة عزيزة تبنينا حملة البس المصري من كتر ما المنتجات المصرية تحسنت تحسنت جدا يعني فكرة حقيقة مثلا في الرمضان أنا لبست كل العبايات أنا اشتغلت تلاتين يوم في الرمضان بتلاتين عبايات كلهم مصري مية في المية وكانوا جمال يقولوها من الشياءات وكانوا يعني الحقيقة من ناحية الخامة من ناحية التفصيل من ناحية الموديل من ناحية التأفيد كل حاجة كانت الحقيقة في منتهى الجمال وفعلا فعلا في منتهى الجودة والحاجات الموديل يعني سيب حتى أقولي العبايات يعني يمكن فيها حاجة شارك ولكن لبس العادي والألوان الجديدة اه طبعا احنا منافسين جدا وبالذات في صناعة الغازل والنسيج الحمد لله احنا بنعمل ديزاينز مخصوص للأوكازيون بسهم بقى تنزل في الأوكازيون انا هقولها حركة على حاجة انا عندي مفاجأة كبيرة جدا للناس ان شاء الله ولمشاهدين بالأسعار الخاصة بالأوكازيون أسعار الملابس نعادي المفاجأات دي أسعار غير مزبوقة هل في نسبة معينة يعني مثلا الأوكازيونات هتوصل لنسبة كم في المية لا احنا معاديين السبعين في المية وبزيادة كمان وهقول أسعار دلوقتي لو فيه إمكانية عشان نشجع ناس أكتر لو حضراتكم حابين برضو تعرفوا الدول اللي احنا صدرنا لها بنسبة قد ايه انا ممكن أقول لكم عليها بس عشان الأرقام دي أرقام مصبوطة فلازم تطلع صح لا انا سعيدة بالمنتج المصر والله والدنيا بتتطور ولا بلاقي زرار مش في مكان لا لا الحقيقة يعني احنا زدنا بحوالي اتنين وعشرين في المية الصادرات بتاعتنا كانت اتنين مليار وخمسمائة وستاشر مليون جنيه مليون دولار أنا أسفل ده طبعا للعام عشرين واثنين وعشرين وإن شاء الله احنا مستهدفين من عشرين لتلاتين في المية إن شاء الله السنة دي لعشرين تلاتة وعشرين عايزة أقول كمان أن صدرنا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية واحد مليار وثلتمائة وسبعتاشر مليون دولار دولار ومقابل طبعا واحد مليار ومية واحد وتمانين مليون دولار عن سنة عشرين وواحد وعشرين حققنا صادرات لأوروبا ارتفاع بنسبة واحد وتلاتين في المية عن الموسم اللي قبله أو عن السنة اللي قبلها عشان يسجل خمسمائة واربعة ملايين دولار مقابل تلتمائة ستة وتمانين مليون دولار السنة اللي قبلها ارتفعت طبعا صادرات الملابس لتركيا بنسبة مية وتلاتتاشر في المية خلال عشرين وعشرين وعشرين خلوالكم بقى ما تروحوا ليش تدركيا وتروحوا تشتروا بتاع وتطلع ان احنا عملناها في مصر بالضبط عشان تسجل مية اتنين وستين مليون دولار مقابل ستة وسبعين مليون دولار في العام اللي قبله وان شاء الله احنا خطة القطاع مستهدة فيها زي ما قلت الحاجة 30% وطبعا فيه مبادرات كتيرة عملها رئاسة الوزراء بتقديم قروض مخفضة للمصنعين والمنتجين عشان يقدروا يحسنوا من اوضاعهم ويتوروا من المنتج المصري مهو قد انا عايزة بقول السؤال ايه اللي حصل التفرة دي جات ازاي؟ جات يمكن موضوع التعوين ويمكن مش بحب اتكلم في النقطة دي كتير ويمكن الناس مش فهمها كويس موضوع التعوين ده كان في صالح المنتج المحل ان احنا بالتعوين مقابل الدولار فكان منافس جدا بالنسبة لدول تانية كتير كانت بتصدر فاحنا كان لنا الاولوية زي ان احنا لنا فيه اتفاقات كتيرة جدا موقعة ما بين مصر وما بين الولايات المتحدة الامريكية زي اتفاقات الكويز وفيه كمان اتفاقات الجات اللي هي تحرير التجارة الافريقية ودي كانت فرصة كويسة جدا برضو بالنسبة للصادرات ان احنا منتج سعره قليل زائد ان هو الخامات بتاعته عالية جدا ومنافس بشكل كبير فطبعا كان له وجود كبير كدا على الصحة العالمية وده احنا بيقول الحمد لله ان احنا وصلنا للمرحلة دي حمد لله وبنشجع الناس بقى انها تنزل تشتري نرجع تاني للأوكازيون عايزين نقول اسعار ان الناس تنزل احنا عندنا الاسعار السنادي بتبتدي للفستان الحريب من تقريبا من 100 جنيه للفستان 100 جنيه بيبدأ ايه ده وما حدش يتخط عشان ما حدش يقول ان دي حاجة لكوالتك لا نهائي نهائي يمكن كان فيه فترة مرنا بيها فترة الامتحانات بتاع السماع العامة والجامعات والعيد الكبير فيمكن كانت الناس متجهة اكتر انها عندها الاولوية القصوى والمواد الغذائية والزرس الخصوصية وكده فطبعا كان احنا عندنا فترة رقود شوية بالنسبة لقطاع الملابس فاحنا دلوقتي داخلين في سيزن جديد احنا خلاص احنا تم انتاج الموسم الشتوي ل2024 موجود في المخازن بالوقتي وان شاء الله هيبدأ من شهر 8 اللي احنا فيه التعاقد بالنسبة للاطفال عليه بالنسبة للجملة ما بين المصانع والمحلات وبالنسبة للحاريني والرجال ان شاء الله في سبتمبر واكتوبر عشان ينزل في الاسواق ان شاء الله من نوفمبر فبالتالي المحلات عندها فائد من المنتجات فبالتالي ما ينفعش انها تخليها عندها للسيزن اللي بعضه فلازم يبيعه فهو عايز يعود فترة الركود دي عشان كده منزلين اسعار حلوة جدا ومنافسة على فكرة مهمة اوي اوي الاهتمام بملابس الاطفال ليه بقى لانها اغلى حاجة يعني تروحي انت كستة تشتري فستان لو عايزين تجيبي طفلك احفيدك او ابنك او بنتك اسعار ملابس الاطفال في اوروبا وفي امريكا اغلى من ملابس الكبار اه بكتير فكويس ان احنا لو اهتمنا بالجزئية دي هنكتسح احنا مهتمين مهتمين بها جدا عايزة كمان اقول على الاسعار احنا بالنسبة للبدأنا بدأنا بالفستان من 100 جنيه عايزة اقول ده بالنسبة للفئة اي وبي لو جينا اتكلمنا على شريحة مجتمعية الفئة اي وبي وبي بلاس كمان هتبقى الفستان بيبدأ من 100 جنيه عندنا الفئة اي بلاس بيبدأ الفستان من 250 جنيه والفستان اه ممكن زيه بالزبط يعني او هو الفستان بيتبع بـ 1200 او اكتر من كده بشوية بس بيبقى فيه الوان ممكن لون ما يبقى الشغال كويس بس نفس الماتيريال نفس الموديل وكل حاجة للحاجات المرتفعة في السعر ولكن ده بيتم تخفيضه بشكل كبير علشان خاطر ما يبقاش موجود يعني احنا عندنا المغزون كل ما بيزيد كل ما ارتفع نسبة التخفيض كل ما بيقل المغزون كل ما بتقل نسبة التخفيض طبعا منطقي ده طبعا منطقي ده طب سؤال اخير بما ان المدارس على الابواب هل هيكون فيه تخفيضات على شنط المدارس والمستلزمات بتاعة الاولاد انا عايز اقول او اعلن من خلال البرنامج بتاع حضراتكم ودي يمكن اول مرة اتكلم في الموضوع ده مع حد احنا دلوقتي بصدد الاستعدادات الكبيرة لموسم اهل المدارس عاملين معرض كبير جدا للغرفة التجرية بالقاهرة المعرض ده بيتباع فيه ملابس المدارس باسعار اقل النسوء بحوالي 30% ده بالنسبة لملابس المدارس وهيبقى فيه ادوات مكتبية وهيبقى فيه شنط مدرسية واحزايا مدرسية يمكن انا بقول على المعرض ده انه معرض الاسرة المصرية ليه؟ عشان المعرض ده بيبقى فيه ملابس حريمي وملابس رجالي وبيدر رجالي وملابس مدارس لكل الفئات او المراحل الدراسية زائد ان الملابس الحريمي والرجالي هتكون اقل من الاسواق حوالي 80% احنا حاليا بنختار الشركات اللي هتشارك معنا طبعا الناس هتستغرب برضو ليه؟ ليه الاسعار دي؟ انا النهار ده كغرفة تجرية انا بقدم خدمة مجتمعية للمواطنين او للمستهلكين بعمل ايه بقى؟ النهار ده كغرفة تجرية انا بحجز باخد معرض كبير وبدي كل الشركات المشاركة مساحات مجانية مجهزة مقابل انه هو يقدم لي عروض العروض نسب تخفضات مرتفعة جدا وبتبقى حاجات السيزن ده مش حاجات قديمة او استوكات وهي دي فعلا اهم حاجة بالضبط يمكن ده هي تزامن كمان مع فترة التصفيات للأكازين ان شاء الله المعرض هيبقى في شهر تسعة ويعني يا ريت حضراتكم تشرحونا في المعرض مسوش ايوه لنا مرسلين يامة ده حدث قومي كبير وبتدعمه طبعا الدولة وبيبقى عليه رقابة كبيرة جدا من وزارة التموين والتجارة الداخلية وتحت رعاية رئاسة الوزراء واتمنى ان الناس كلها تيجي تشرفنا فيه وعايزين الناس تنزل تحرك السوق فيه ناس كتير ما تعرفش القصار اللي احنا قلناها دي لا اكيد الناس النهاردة بعد ما شافوا الفقرة دي اكيد هيكونوا مهتمين ان هما فعلا ينزلوا حضرتك نورتين بس عايزة انوها قبل ما تمشي استاذ سماح مش عايزة اقول بس انه التخفيضات على الملابس الجهزة ده تبعك يعني لكن انا لسه قرية خبر النهاردة الصباح انه فيه دولة ارغامت او عملت الله اعلم ايه بحيث انه حتى الادوات الكهربائية التلاجات والمشعار فالمتجارة فيه عليها نزلت قرار انها تنزل تلاتين لخمسة وتلاتين فيلم دي حقيقة يمكن بدأوا استاذ سناء بعشرة فيلمية دلوقتي وفيه دلوقتي قطاعات كتيرة مختلفة يمكن القطاعات اللي بتعمل اوكازيون هي هو قطاع الملابس وقطاع الاحزاية والشنط ولكن دلوقتي انا شايف ان فيه قطاعات كتيرة جدا حتى الاقتصاد الرقمي اجهزة الكمبيوتر كله عامل تخفيضات علشان برضو يحركوا الدنيا شوية انا بس لو استقزمكم ان انا عايزة برضو منسار شريحة مهمة جدا ويمكن دي لها الحجم الاكبر في المجتمع الشريحة شريحة الاسواق الشعبية عايزين نقول يا جماعة الكلاس سي بتبتدي الاسعار تقريبا الشرط الرجالي من 35 جنيه عادي للاس تتشجع وتنزل تشتري الفيجامة الحاريني القطن من 45 جنيه عدقة الاستقبال بتبدأ من 50 جنيه وعايزين ناستنزل بقى تجيب ومش عايزين حد يخاف ويقول اسعار غالية وما يترددوش لك شكري يعني اخيرا بقى في المهتم يعني انك بتهتمي بكل الطبقات وبتقدم لهم ما يحتاجون في امكانياتهم حسب امكانياتهم ربنا يوفقكم ربنا يخليكي ونخلص من اي اثار سلبية كانت سواء لكورونا سواء للحرب الروسي الكوكراني كل المشاكل اللي موجودة في كل انحاء العالم شكرا لكم شكرا لأستاذ سامحيك العضو مجلس ادارة الغرفة التجارية عن شعبة الملابس الجهزة ونور تينا ونور كل بيت السفيرة عزيزة بكي